الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي ما جاء من الوعيد والتهديد لمن يفعل ذلك لما في ذلك من الكفر بالله عز وجل والمنافات للتوحيد الواجب الذي يجب أن يكون عليه المسلم والاستسقاء هو طلب السقيا الاستسقاء هو طلب السقيا وقوله بي الأنواء مقصود بالأنواء أنواء النجوم مقصود بالأنواء أنواء النجوم وهو سقوط نجم يكون هذا في الجهة المغرب مع طلوع الفجر وطلوع آخر في مقابله في الساعة نفسها من جهة المشرق والسنة فيها أنواء طلوع نجم وسقوط آخر في السنة ثمان وعشرين نوءا ثمان وعشرين نجما أو نوءا معروفة لها منازل لها أوقات معينة معروفة والاستسقاء بالأنواء هو نسبة نزول المطر إلى النوء نسبة نزول المطر إلى النوء الآن لو تتأمل في الأنواء التي عددها ثمان وعشرين نوء في السنة هي في الحقيقة ماذا تكون أوقات هي حقيقتها أوقات النوء وقت والوقت لو تتأمل فيه أيضا حقيقة مخلوق مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا لا مطر ولا غير ذلك فنسبة المطر إلى النوء نسبة المطر إلى النوء بأن يقال عند نزول مطر مطرنا بنوء كذا وكذا نسبة المطر إلى النوء هذا من الكفر سيأتي معنا الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر مؤمن بي وكافر الآن لما يقال مطرنا بنوء كذا أو يقال مطرنا في نوء كذا فرق بين العبارتين مطرنا بنوء كذا أو مطرنا في نوء كذا في هذه إشارة إلى ماذا الوقت مطرنا في نوء كذا يعني مثل ما تقول مطرنا في ساعة كذا في يوم كذا في شهر كذا في نوء كذا هذا الوقت هذا لا يدخل في ما نحن فيه لكن لما يقول مطرنا بنوء كذا ينسب ماذا ينسب المطر إلى النوم ومن يقول مطرنا بنوء كذا من يقول مطرنا بنوء كذا لا يخلو من حالتين لا يخلو من حالتين إما أن يقول مطرنا بنوء كذا معتقدا في النوء نفسه ماذا تأثيرا ونفعا وجلبا وعطاءا ورزقا فهذا من الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم من الشرك الأكبر الناقل من ملة إذا كان يعتقد في النوع هذه العقيدة والحالة الثالية أن ينسد المطر إلى النوع يقول مطرنا بنوع كذا مع اعتقاده أن المطر بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى لكنه لم ينسبه إلى الله لم يقل مطرنا بفضل الله ورحمته وإنما نسبه إلى ماذا إلى النوع نسبه إلى النوع فهذا محرم وفيه أيضا الحديث الآتي قول الله عز وجل في الحديث القدسي في من قال مطرنا بنوع كذا وكذا قال مؤمن بالكوكب مؤمن بالكوكب كافر بي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر سيأتي معنا الحديث لو يتأمل المسلم في هذا الباب نزول الغيث نزول الغيث هو كما في الحديث الآتي مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا بفضل الله ورحمته فنزول الغيث هذا فضل والله عز وجل هو الذي ينزل الغيث آيات كثيرة في القرآن فيها هو ينزل الغيث الذي ينزل الغيث هو رب العالمين فإذا نزل الغيث ينسب إليه لا ينسب إلى غيره لا ينسب إلى غيره وإنما ينسب إليه إذا نسبه إلى غير دخل في الآية تجعلون رزقكم أنكم تكذبون يساعة الحديث عنها يدخل في هذه الآية لما ينسب الغيث إلى غير الله عز وجل ودائما في هذا الباب أنا أنصي أن تتذكر قول الله عز وجل في سورة النور يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء مهما تحدث الناس عن الغيث حتى إذا اجتمع السحاب وملأ السماء وغطاها وكان كثيفا قد ينقشع هذا الكثيف ولا يصيب الأرض منه قطرة واحدة وقد يضطر الناس إلى الماء وليس في السماء ولا قطعة واحدة من السحاب فيجمعه الله في وقت يسير وتنزل الأمطار يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء هذه الآية ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن العبد الآن من الألفاظ التي تجري مجرى ما ينهى عنه في هذا الباب بعض الناس إذا نظر إلى السحابة يعني كثيفة وتملأ السماء ينسب إلى السحابة نفسها أنها ماذا يقول هذه سحابة مطر هذه سحابة ممطرة هذا يعني هذا يعني هذا دليل على المطر أو سينزل المطر أو نحو ذلك ينسبه لما يرى هذا الذي تراه هو بيد رب العالمين هذا الذي تراه هو بيد رب العالمين هو الذي ينزل وهو الذي يصرف يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء ولهذا من حقيقة من جميل ما يروى هذا نقل ابن رجب في فتح الباري يعلق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه سمع رجلا يقول رأى سحابة كثيفة رجل رأى سحابة كثيفة فقال إنها لمخيلة يعني سحابة للمطر إنها لمخيلة للمطر هذه سحابة مطر هذه هكذا قال الرجل فماذا قال لها أنس قال لها رضي الله عنه إنها لربها مطيعة إنها لربها مطيعة السحابة يعني بتدبير الله هذه السحابة هي بتدبير الله سبحانه وتعالى مثل ما في الآية يصيبوا به من يشاء ويصرفوا عن من يشاء مطيعة لله إن أمرها أن تنزل أنزلت وإن أمرها أن تنصرف إن صرفت إنها لربها مطيعة إذن لا ينسب إليها لا ينسب إليها وإنما يرجى رحمة الله سبحانه وتعالى يرجى فضله وكان من العقائد التي في الجاهلية قبل الإسلام نسبة المطر إلى النوع إذا نزل المطر يقولون مطرنا بنوعي كذا وكذا ومثل ما قدمت هذا إما أن يكون عن اعتقاد في النوع وهذا من الشركة الأكبر وإما اعتقاد أنه سبب اعتقاد أنه سبب فينسب المطر إلى السبب الذي هو في ظنه النوع مع أن سبب المطر هو الافتقار والافتقار العباد إلى الله وأيضا وفضل الله عليهم تفضله سبحانه وتعالى عليهم بإنزال الغيث ولهذا جاءت السنة بماذا بالاستسقى عند الجد وكثرة الاستغفار عند الجد جاءت السنة بذلك والياذا إذا نزل الغيث يعني يجب على المسلم أن يستشعر نعمة الله عليه وأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما سيأتي معنا في الحديث من عبارات الجاهلية أنهم ينسبون المطر إلى النوم أو ينسبونها إلى المجدح ينسبون إلى المجدح يجمع مجادح أو مجاديح وهو كل يطلق على النجوم كل نجم فكانوا يزعمون أنهم يمطرون بالنجم يمطرون بالنجم فقولهم في النجوم التي هي المجادح كالقول في الأنواع التي هي المنازل فمما يروى عن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب أنه خرج مرة وهذا رواها ابن أبي الشيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وغيرهما أيضا أنه خرج بالناس يستسقي فلما صعد المنبر ما دعا في في الاستسقى اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا ما دعا وإنما اكتفى بالاستغفار اكتفى بالاستغفار فلما نزل قال له بعضهم ما رأيناك استسقيث ما سمعناك تطلب الغيث قال لقد سألت الله بمجاديح السماء وفي رواية بمفاتيح السماء التي يستنزل بها المطر ثم قرأ الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا مثل ما قال أهل العلم ومنهم أبو عبيد في غريب الحديث قال أراد عمر بالتعبير بهذه العبارة سألت الله بمجاديح جاء بهذه الكلمة بمجاديح قال أراد بهذا إبطال الأنواع والتكذيب بها لأنه جعل الاستغفار هو الذي يستسقى به للمجادح والأنواع للمجادح والأنواع وأيضا من لطيف وجميل ما يروى كل هذا من الصحابة لقلتناكم عن أنس وعن عمر وأيضا الآن عنا أبي هريرة كل هذا معالجة لهذه المفاهيم وتصحيح لها أبو هريرة رضي الله ماذا كان يفعل إذا كانوا في صبيحة يوم ليلتها مطيرة الأرض ممطورة فكان في صبيحة الليلة المطيرة يقول رضي الله عنه مطرنا بنوء الفتح يقول مطرنا بنوء الفتح هم يقولون مطرنا بنوء كذا يسمون النجوم فيقول رضي الله عنه يريد أن يصحح هذا التعلق الخاطئ فيقول مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد الفتح فتح الله مطرنا بفضل الله يقصد بس جاء بهذه العبارة من أجل أن ينبه الخطأ الجاهل هذا الذي هو نسبة المطر إلى ماذا إلى النوم نسبة المطر إلى النوم الحاصل أن هذه مسألة مهمة جدا وقت نزول الغيث أو تجدد أي نعمة أي نعمة تجدد أي نعمة لا ينسبها الإنسان لا إلى السبب ولا إلى ما يظنه السبب وهذا سيأتي أيضا فيه باب بل أبواب بل ينسب النعمة إلى الله إلى الله المنعم المتفضل سبحانه وتعالى أورج الشيخ رحمه الله قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم تجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون حظكم من الشكر للمنعم ونصيبكم من شكر الله على نعمته أنعم عليكم بالغيث أنزل عليكم المطر فتجعلون حظكم ونصيبكم من شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى أنكم تكذبون فتنسبون ماذا فتنسبون النعمة إلى غيره تنسبون النعمة إلى غيره تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وجمهور المفسرين على أن هذا هو المرد بمعنى الآيات وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون نصيبكم وحظكم من شكر الله على نعمة نزول المطر أنكم تكذبون المنعم المتفضل فتنسبون النعمة لغيره تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا نعم قال رحمه الله وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث بمالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية هذا الآن خبر خرج مخرج الدم أمر أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن يعني باقية في الناس ستوجد في أناس لا يتركون هذه الجاهلية باقية باقية يعني مستمرة إلى قيام الساعة موجودة في بعض الناس مثل هذه الجاهليات أربع من أمتي أو في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن هذا الآن خرج مخرج الدم والتحذير من ذلك ينبه الناس توجد وباقية محدرا مثل ما مر معنا في الحديث لا تتبعون سنانا من كان قبلكم هذا خرج مخرج التحذير من ذلك يعني أنه موجود واقع يخبر بواقع كائن مقضي مقدر أنه باقي في الأمة يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام فهنا قولها أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن هذا خرج مخرج التحذير أن الأمة ستفعل ذلك سيوجد فيها من يفعل ذلك ومن يفعل ذلك لا يخلع إما أن يفعل بعلم أو أنه جاهل في جاهلية أو أنه يعلم عند علم لكنه ما يعمل به قال من أمر الجاهلية كل ما يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أمر الجاهلية الأول قال الفخر بالأحساب الفخر بالأحساب أن يتعاظم الإنسان على الآخرين بمناقب ومآثر و نعم في مناقب ومآثر آبائه وأجداده أو قبيلته يتفاخر ويتعاظم على الآخرين قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس بنوا آدم وآدم من تراب والله جل وعلي يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم الثاني قال الطعن في الأنساب يعني الوقوع فيها والتنقص والازدراء والذن والحط من رتبة بعض الناس على وجه الازدراء والتحقير والانتقاص هذا أيضا من أمر الجاهلية وفي الحديث لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر رضي الله عنه عير رجلا بأمه عير رجلا بأمه جاء في بعض اللوات قال ابن السوداء عير أن الرجل يكون على قدر من الإيمان على قدر من الصلاة لكن قد لا يسلم من بعض صفات الجاهلية قد يكون رجل من أهل الصلاة استقامة والديانة والطاعة والعبادة لكنه قد لا يسلم من أشياء هي من صفات الجاهلية وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر رضي الله عنه وهو من هو في مكانته قال إنك امرء فيك جاهلية لما سمع منه تلك الكلمة قال والاستسقى بالنجوم وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث للترجم استسقى بالنجوم بنسبة السقية ونزول الغيث إلى النجوم أو إلى الأنواع إلى النجوم أو إلى الأنواع بأن يقول مطرنا بنوء كذا أو مطرنا بنجم كذا وهذا مثل ما قدمت لا يخلو من حالتين إما أن يعتقد في النجم أو النوء أنه هو المؤثر وهو المنزل فهذا مشترك الأكبر أو أن يعتبره سببا فيضيف النعمة إليه إلى النجم يقول مطرنا بنوء كذا يضيفها إليه فهذا من الكبائر وهو كفر كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده الرابع قال والنياحة والنياحة النياحة رفع الصوت بالندب والبكاء على الميت والنياحة والبكاء والبكاء على الميت مجرد البكاء ودمع العين بدون رفع الصوت وبدون تسخط هذا مباح هو رحمة في قلوب العباد هذا مباح لكن إذا ارتقى الأمر وزاد الأمر زاد إلى الصوت العالي والندب والتسخط فهذا من أمر الجاهلية قال النائحة إذا لم تتو قبل موتها قال النائحة هذه محرمة على الرجال والنساء فلماذا خص المرأة قال النائحة لأن هذا يكثر في النساء الرجال أكثر تجلداً وصبراً من النساء واحتمالاً المرأة فيها ضعف ولهذا خصت في الذكر لأن هذا غالب في النساء قال النائحة إذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامة يعني من قبرها تقام أي تبعث من قبرها على الصفة الآتية وقوله إذا لم تتوب هذا فيه أن باب التوبة مفتوح حصل منها شيء من هذا الغلط عليها أن تتوب قبل أن تموت إن تابت وصدقت مع الله في توبتها فإن التوبة تنفعها بإذن الله عز وجل وإن عظم الدم قال النائحة إذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرى عليها سربال السربال هو الثوب سربال من قطران يعني ثوب من قطران والقطران هو النحاس المذاب النحاس المذاب وعليها من درع من جرب الدرع هو الثوب الذي ينسج من حديد يلبس في الحرب وعليها درع من جرب ألبست هذين الثوبين ألبست هذين الثوبين سربال من قطران ودرع من جرب عوضا عن الثوبين الذين مزقتهما في المصيبة لأن المرأة إذا اشتد جزعها وتسخطها ونياحتها قد تقطع ثيابها في المصيبة وقد تجز شعرها تشد شعرها وتقطعها في المصيبة ولهذا في الحديث قال ليس من من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية ودعا بدعوة الجاهلية نعم قال رحمه الله ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب نعم قبل الدخول في الحديث خاطرة جالت الآن في صدري وأبوح بها لكم مهمة جدا الآن أقول رحم الله هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد وهاب رحمه الله ما أعظم نصحة للناس في هذا الكتاب أنت أنت ستجد الآن من هذا الباب وأبواب بعده كثيرة يأتي إلى ألفاظ تجري على أنسنة الناس فيها تأثير في التوحيد فيها منافات لكمال التوحيد الواجئ ألفاظ تجري على أنسنة كثير الناس ولهذا من يتابع هذا الكتاب سيفاجأ أن هذه الألفاظ موجودة عندهم وأنها على الأنسنة جارية فالشيخ رحمه الله تتبع في الكتاب وجاء بالأدلة والنصوص من أجل أن يعالج للناس أمر توحيدهم لله في ألفاظهم في كلماتهم في عباراتهم نصح عظيم للأمة في هذا الكتاب ولهذا هذا الكتاب الأمة بحاجة إليه حاجة ماسة لصيانة عقائد الناس وإصلاح ألفاظهم في ضوء الأدلة ولهذا الآن تراه لما يصحح الألفاظ ما يصححها برأي من عنده وإنما بالأدلة كل شيء يأتي بالأدلة يأتي باللفظ الخاطئ ويأتي بالأدلة التي تدعو إلى تجنب ذلك فهذا من عظيم نصحه رحمه الله فهذا كتاب يعني مبارك والأمة بحاجة إليه ونفع هذا الكتاب في إصلاح الأمة في باب التوحيد نفع عظيم جدا فنسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يجزيه خير الجسد وأن يرفع درجته في عليين وأن يسكنه في دوسه الأعلى على عظيم نصحه لعباد الله بكتابه هذا وغيره من كتبه رحمه الله قال حصل الصلح الصلح الحديبية الذي وفتح مبين فتحنا لك فتحا مبينا وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة فقال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل على إثر سماء ما معنى سماء يعني مطر على إثر سماء يعني مطر سماه سماء لكونه ينزل من جهة السماء لكونه ينزل من جهة السماء على إثر سماء كانت من الليل يعني مطر كان في الليل فلما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس أي بوجهه صلى الله عليه وسلم وقال أتدرون ماذا قال ربكم أتدرون ماذا قال ربكم في بعض الرواة الليلة يعني الليلة التي نزل فيها ذلك المطر أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم شوقهم إلى ماذا قال الله وهيى نفوسهم لاستماع ذلك وهذا من لطيف تعليمه وحسن بيانه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم وهذا فيه أيضا حسن الأدب من المسؤول إذا كان لا علم له أن يحيل العلم لآلمه قال قال أي الرب سبحانه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر هذا الآن قاله رب العالمين في الليلة التي نزل فيه ذلك المطر قال الله أصبح من عبادي يعني صبيحة هذه الليلة التي نزل فيها المطر أصبح الناس على إثر هذا المطر منهم المؤمن ومنهم الكافر ثم بيّن سبحانه في هذا الحديث القدسي من المؤمن ومن الكافر قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب مؤمن بي كافر بالكوكب ما المقصود بالإيمان قال مؤمن بي مقصود التوحيد توحيد الأخلاص لله عز وجل فالمؤمن صاحب التوحيد لا ينسب النعمة إلا إلى المنعم مطرنا بفضل الله مطرنا بفضل الله ورحمته قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا نسب المطر إلى الأنواع أو نسب المطر إلى النجوم قال فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب ذاك كافر بي مؤمن بالكوكب لأنه جحد النعمة المنعم ونسبها إلى غيره إلى غير المنعم سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون نعم قال ولهما أي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس معناه معناه أي معنى الحديث الذي قبله معنى الحديث الذي قبله وحديث ابن عباس وهو في الصحيحين فيه أنه قال سبحانه أصبح من الناس شاكر قال صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ومنهم كافر وذكر الكافر للنعمة هو من يقول لقد صدق نوء كذا وكذا لقد صدق نوء كذا وكذا قال فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنول لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فأنزل ذلك والشاهد من الآية قول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون حظكم ونصيبكم من شكر المنعم المتفضل سبحان أنكم تكذبون فتنسبون النعمة إلى غيره تنسبون النعمة إلى غيره فقول بعضهم صدق نوء كذا وكذا صدق نوء كذا يعني إذا نزل المطر وقت وقت طلوع النوء قد يقول بعضهم صدق نوء كذا وكذا مما هو قريب من هذا المعنى ما رواه البيهقي في السنن عن الشافعي قال وبلغني أن عمر بن الخطاب أرجف بشيخ من بني تمين غدا متكئا على عكاز وقد مطر الناس وقد مطر الناس فقال أجاد قال الرجل أجاد physe ما أفر المجدح البارحة المجدح كان جيد البارحة ما أفره ما أجوده ما أحسن المجدح البارحة على إثر مطر يقول ما أفر المجدح ما أحسن المجدح البارحة مثل قولهم هناك ماذا صدق المجدح أو صدق النوع فقال الرجل ما أفرى المجدح البارحة فأنكر عمر قوله أجاد ما أفرى المجدح البارحة لإضافة المطر إلى ماذا إلى المجدح فلا يضاف لا إلى مجدح ولا إلى نوع ولا إلى نجم كل هذا من التكذيب ومن الكفر بنعمة الله فلا تضاف النعمة إلا إلى مصديها والمنعم بها والمتفضل سبحانه وتعالى نام قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية مثل ما تقدم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أكثر رواياتهم من قول عن الصحابة وغيرهم في تفسير الآية أنها نزلت في من يقول ماذا مطرنا بنوع كذا وكذا وهذا الحديث يوضح ذلك هذا الحديث يوضح ذلك قال بعضهم لقد صدقنوا كذا وكذا فأنزل الله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة نعم الأولى تفسير آية الواقعة وهي يقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وجمهور أئمة التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان على أنها نزلت في من يقول مطرنا بنوع كذا وكذا ينسب النعمة إلى غير المنعم نعم قال رحمه الله الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية نعم هذه تقدمت في الحديث الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاب الأنوى والنياحة قال رحمه الله الثالثة ذكر الكفر في بعضها ذكر الكفر في بعضها يعني بعض هذه الأربع مثل الاستسقاب الأنوى دل الحديث الآتي أنه كفر وأيضا الطعن في النساب اثنتان في الحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر اثنتان في الناس هما بهم كفر الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب فذكر الكفر في بعضها ذكر الكفر في بعضها نعم قال رحمه الله الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة يعني كفر دون الكفر الأكبر كفر دون الكفر الأكبر الآن لما قال عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر الفخر في الأحساب والطعام في الأنساب هذا ليس من الكفر الأكبر الا الناقل من الملة وإنما هو كفر دون كفر قال رحمه الله الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة نعم بسبب نزول النعمة نعمة المطر انقسم الناس كما أخبر الله انقسم الناس انقسم العباد إلى قسمين مؤمن وكافر المؤمن من يضيف النعمة إلى المتفضل سبحانه والكافر من يضيفها إلى غيره نعم قال رحمه الله السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع التفطن يقول الشيخ للإيمان في هذا الموضع ماذا يقصد في هذا الموضع مؤمن بي من المقصود بالإيمان في هذا الموضوع المقصود بالإيمان مؤمن بإضافة النعمة إلى الله هذا إيمان هذا إيمان الآن إضافة النعمة إلى الله فالآن لما تقول على إثر المطر مطرنا بفضل الله ورحمته هذه الكلمة ما هي نعم الكلمة هذه مطرنا بفضل الله ورحمته ما هي إيمان مؤمن وصف الله من يقولها بأنه مؤمن فالتفطن للإيمان في هذا الموضع هو قول القائل مطرنا بفضل الله ورحمته قال رحمه الله السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع في قولها مؤمن بالكوكب وأيضا قولها التفطن للكفر في هذا في قولها مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب كافر بي مؤمن بالكوكب قال التفطن للكفر في هذا الموضع الكفر في هذا الموضع بالله هو إضافة ماذا؟ قال رحمه الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا لأنه نسب المطر إلى ماذا إلى الصدق النوع نسبه إلى النوع إلى صدقه قال رحمه الله التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم نعم هذه طريقة كثيرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يخرج التعليم مخرج الاستفهام حتى يشوق ويمكن للعلم يعني ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا أدوكم فتضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله هذا تشويق للعلم هذا يكثر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله العاشرة وعيد النائحة وهو وعيد شديد تقدم معنا في الحديث أن النائحة إذا لم تتب يعني ماتت على ذلك ولم تتب إلى الله من النياحة التي حصلت منها فإنها تقام يعني يوم القيامة بمعنى أن تبعث من قبرها يوم القيامة وعليها السربال من قطران ودرع من جرب ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما أعيد تنبيه النبهة عليه في الصباح وهو إن كان غدا من رمضان فالدرس مستمر وإن كان من العيد فعيدكم مباركة جميعا ويتوقف الدرس إلى يوم الأثنين بدء الدراسة إن شاء الله ودرس العصر سيكون على وقته المعتاد بعد المغرب في نفس الكتاب نكمل ودرس الفجر باقي على وقته أيضا وأيضا نكمل في نفس الكتاب في شرح رياض الصالحين ونسأل الله عز وجل أن يمدنا أجمعين بالعون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد والصلاة وأن يختم لنا شهرنا بالغفران والعتق من النيران اللهم اختم لنا شهرنا بالغفران والعتق من النيران يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله آخره علانية وسره اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت ألم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أن اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وقلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين واحق اندماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير